يعني قبل أن يكون محض الشك هو الآن أصبح في موقف محرج جداً ولا يُحسد عليه باعتباره اليوم يعيش بين نارين أو بين خيارين كلاهما مر باعتبار أن هناك ضاغط كبير عامل خارجي وهو الولايات المتحدة وطلبها المتكرر والمتزايد في وقف الهجمات بالصواريخ أو بغيرها ضد قواعدها في العراق وحتى في خارج العراق وبالمقابل هو لا يستطيع كبح جواح تلك الفصائل قد تكون رسم منها خارج حتى عن سيطرة الدولة وبالتالي هو يعيش هذه الحالة الترنحية كما تسمى بين أن يقدر أو لا يقدر بين أن يستمر أو لا يستمر لذلك اليوم الضغوطات على السيد السوداني حقيقة كبيرة جداً لكنه يناور ويحاول أن يمسك العصى من الوسط لكن الموقف محرج والأمور ربما تنفلت بين ليلة وضحاها إذا ما استمر الجانب الأمريكي باستهداف ليس فقط الشخص وإنما حتى في مقرات أو قد يذهب إلى استهداف شخصيات بعينها من ضمن الإطار قد تكون على لائحة الاستهداف باعتبارها يعتبرها هي المحفزة والدينامو الذي يحرك هذه الفصائل إذن نحن أمام خطر كبير وأمام تحدي أكبر وربما أمام أيام سوداء لا قدر الله لأن الوضع بدأ قد يكون يخرج عن السيطرة باعتبار أن أمريكا وضعت في حساباتها أن كل توجيه كل صاروخ إلى قواعدها وإلى مقراتها سيجابه بالمثل اللي لم يكن بأكثر ترجمة نانسي قنقر